طب بقول لك يبقى يعني قبل ما نقي يعني احنا عايزين شوية حاجات كده حلوة بعدي ده كله حلوة كمان؟ اه تفضلي انا عندي سؤال ممكن انت دراتي بعد ما نازي بفرج على الحلقة وكل حاجة هل انت في يوم الايام ممكن ما عارفش انت شخصيتك كده ولا لا ترتبط بحد من يكون فانز اصلا واو اه ممكن ممكن ما هتعرف انت تكبرش مخبي بس مش غلط يعني ممكن بس اه طبيعة حياتي طبيعة يعني الروتين هك حياتي وعملي ما يعني ما في شي خلينا احتكب بالفانز رفتي لانه دائما يكون على السوشال ميديا يعني ممكن تكون حد ستوكر اصلا اه فهمت عليك هيا فانز وبتحبك وفاورك بس انا ما افضل ستوكر بصراحة ليه بتخاف؟ مش بخاف احب الشخص يكون هو يعني حاببني عشاني انا مهند كشخص مش عشان الهالة ايه ما هو ستوكر عشان حبك انت هو عارف عنك كل حاجة لا هو عارف النجم او الفنان اللي بيتابعه ممكن يكون عامل سوش كويس عنك او يعارف ان انت مهند انا هذا وجهة نظري انه لو واحد كان هو معجب وحابب مهند كشخص بالعكس اكيد افضل لكن ستوكر هو معجب وحابب الهالة اللي انت فيها او حابب الاعجاب والنجومية حق نور احس ايه وده مخيف طبعا طبعا ايه انت الدولات اللي دمرت وكل اللي بيتفرقوا عليك لا بالعكس بالعكس علاقة مع الفانز والمعجبين هي علاقة حب ودعم واحترام وهذا اللي انا حبه طبعا اكيد بس ما تعرف المستقبل ايش ميخبه يعني ايه